في حلقة اليوم سأتحدث مع حضراتكم عن خطورة انقطاع الدورة الشهرية ما هي مخاطر انقطاع الدورة وكيف يتم علاجها وما هي النصائح للتعايش معها تابعونا للنهاية تتوقف المريض عن إفراز البويضات ومعظم الهرمونات ذلك بعد انقطاع الدورة الشهرية لمدة تقدر بـ 12 شهر متتاليا ويتمطب على ذلك عدد من المخاطر وفي التالي توضيح لأبرز مخاطر انقطاع الدورة الشهرية أولا الهبات الساخنة تعرف الهبات الساخنة على أنها شعور بالحررة قد يصيب الوجه أو الرقبة أو منطقة الصدر كما وتختلف هذه الهبات من امرأة إلى أخرى فقد تستمر لفترة قصيرة عند بعض السيدات بعد انقطاع الدورة الشهرية وقد تستمر مدى الحياة عند البعض الآخر وعموما تخف حدة هذه الهبات مع التقدم في العمر كما وقد تترافق مع بعض الأعراض الأخرى مثل الشعور بالبرد أو التعرق أو الإحمرار في الوجه بالإضافة إلى كون تلك الهبات أمر طبيعي بعد انقطاع الطمس إلا أن هناك عدة محفزات قد تزيد منها والتي تشمل الكافين والطعام الحار والتدخين والكحل والملابس الضيقة والتوتر والقلق ثانيا شعر في الوجه يعد نمو شعر الوجه أحد المخاطر التي تؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية نتيجة التغيرات الهرمونية التي تطرأ على الجسم فيمكن بالتأكيد إزالته ولكن تحت إشراف طبيب ذلك للحفاظ على البشرة ثالثا سوء التركيز ولسبب غير معروف قد يحدث عند بعض النساء وليس جميعهم سوء في التركيز وكسرة النسيان ويجب مراجعة الطبيب فور الشعوب بمثل تلك الأعراض كما ويمكن للمواضبة على التمارين الرياضية والتركيز على ألعاب الذاكرة مثل حل الغاز الكلمات المساعدة على تخطي هذا رابعا الأرق يشكل الأرق وصعوبة النوم أحد مخاطر انقطاع الدورة الشهرية الذي قد يرافقه عدد من الأعراض والتي تشمل التعرق الليلي والتوتر والعصبية وزيادة مرات التبول ويجب مراجعة الطبيب في حال تم الالتزام بمثلات الرياضية والابتعاد عن تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم ولم يجد ذلك نفعا خامسا التغيرات العاطفية تتعرض النساء إلى الشعور بالحزن والاكتئاب أو سوء المزاج بعد انقطاع الدورة الشهرية لعدة أسباب منها التغيرات الهرمونية والأرق وصعوبة النوم وفقدان الرغبة الجنسية والتفكير في عدم القدرة على الإنجاب مرة أخرى وقد تصل هذه التقلبات في المزاج إلى حد التفكير في الانتحار عموما إذا استمرت هذه الأعراض مدة تزيد عن أسبوعين دون تحسن هنا يجب استشارة الطبيب على الفور سادسا اكتساب الوزن فيتغير شكل الجسم نتيجة التغيرات الهرمونية والتي تطرأ فبدل أن تكتسب السيدة الوزن في منطقة الأرداف والفقدين تبدأ باكتساب الوزن حول منطقة البطن مما قد يشكل سبب في زيادة التوتر النفسي عندها كما أنه أحد العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بدغط الدم ومشاكل القلب سابعا التحكم في المثانة فيغدو التحكم في المثانة أصعب مع التقدم في العمر وبعد انقطاع الطمص مما قد يؤدي إلى حدوث سلس في البول ويعزى ذلك إلى عدة أسباب منها أولا انخفاض هرمون الاستروجين والذي يعمل على الحفاظ على عمل المثانة الطبيعي ثانيا ارتخاء في عضلات الحوض فبالإضافة إلى سلس البول قد تطرأ تغيرات أخرى على المثانة مثل زيادة التبول أثناء الليل أو ألم أثناء التبول ثامنا الأمراض تزيد فرصة الإصابة ببعض الأمراض بعد انقطاع الدورة الشهرية هذا نتيجة التغير الهرموني الذي يطرأ والتي تشمل هشاشة العظام والذي يقل معه كثافة وقوة العظام ثانيا أمراض القلب فتزيد فرصة الإصابة بها مع انخفاض مستوى الاستروجين ثالثا سرطان السدي أما بالنسبة العلاج مخاطر انقطاع الدورة الشهرية فيعد العلاج بالهرمونات أحد الحلول الشائعة فهو يعمل على تخفيف مخاطر انقطاع الدورة الشهرية مثل الهبات الساخنة وهشاشة العظام وألام المهبل كما أنه يوجد عدة أنواع والتي تشمل أولا العلاج الهرموني العام يعتمد هذا العلاج على منتجات تحتوي على كمية عالية من هرمون الاستروجين مثل حبوب وجل ورقعة ويتم انتصاصه من خلال كافة أجزاء الجسم ويعمل على تخفيف الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمس ثانيا علاجات مهبلية وهي عبارة عن عدة منتجات مهبلية مثل الكريمات والجل وحلقات تحتوي على جرعة قليلة من الاستروجين تعمل على حل المشاكل المتعلقة بالمهبل أو التبول بعد انقطاع الطمس وغالبا ما يتم صرف هرمون الاستروجين مع هرمون البروجسترون ذلك لأن هرمون الاستروجين وحده يشجع هجرة بطانة الرحم لكن في حال تم استئصال الرحم فالاستروجين وحده يعد كافي ولا يخلو الأمر من المخاطر المرتبطة بهذا العلاج مثل جلطات الدم وسرطان السري وأمراض القلب وهناك عدة نصائح يمكن أن تعمل على تخفيف الأعراض عند اتباعها والتي تشمل الآتي أولا الموظبة على التمارين الرياضية ثانيا الحفاظ على نظام غذائي صحي يحتوي على الخضروات والفواكه والقمح ثالثا تجنب التدخين أو المدخنين رابعا تقليل تناول الكحل خامسا طلب المساعدة بخصوص تقلبات المزاج والاكتئاب سادسا الاستفادة من خبرة العائلة والأصدقاء حول هذه التجربة أخيرا الحرص على النوم لساعات كافية والاستفقاء مرحا مرحا مرحا